موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية أمفاند كاتخة أفدت وزارة النقل واللوجستيك أن التوقعات المرتقبة للأشهر المقبلة بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات تشير إلى أن معدل استرجاع حركة النقل الجوية برسم سنة 2022 سيبلغ حوالي 75% مقارنة بسنة 2019 وأبرزت الوزارة في بلاغ لها صدر في أعقاب اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك في الثالث عشر من ماي الجاري بالربط وخصص لحصر الحسابات المالية للمكتب برسم سنة 2021 ودراسة مؤشرات الأنشطة إلى غاية ما تم أبريل 2022 وكذل التدول في عدد من النقاط أن المكتب سجل في مستهل السنة الجارية تحسنا في حركة النقل الجوي بمطارة المغرب أفاد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0.61% مقابل الأورو و0.40% مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة ما بين الخامس والحادي عشر ماي 2022 وأبرز البنك المركزي في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف مضيفا أنه في السادس ماي 2022 استقرت الأصول لاحتياطي الرسمية عند 328.3 مليار درهم بانخفاض بنسبة 0.3% من أسبوع إلى آخر وبارتفاع نسبته 8.3% على أساس سنوية قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده ليست بمعزل عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم جراء تدعية جائحة كورونا وكذلك الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتي كبدت لاقتصاد العالمي حتى الآن خسائر تقدر بنحو 12 تريليون دولار في الناتج الإجمالي العالمي وذكر رئيس الوزراء المصري أن واردة القمحة كانت تكلف خزينة الدولة قبل الأزمة 2.7 مليار دولار سنويا وارتفع هذا الرقم حاليا إلى 4.4 مليار دولار بينما يتم تخصيص 11.2 مليار دولار لواردات النفط مقابل 6.7 مليار دولار قبل الأزمة أعلن رئيس وزراء سريلينكا التي تعاني من أزمة اقتصادية حدة نفذ البترول في البلاد لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمان واردات أساسية وذلك في خطاب للأمة ألقاه الاثنين وقال رئيس الوزراء نفذ البترول في الوقت الحالي لدينا مخزونات من البترول تكفي ليوم فقط محدرا من أن بلاده التي أعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية قد تواجه المزيد من الصعوبات في الأشهر القادمة قامت سلسلة مكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة التي أغلقت متاجرها في روسيا مطلع مارس الماضي بالإعلان يومه الاثنين عن انسحابها من البلاد وبيع جميع أنشطتها ردا على العملية الروسية في أوكرانيا وقال المدير العام للشركة في بيانه نحن ملتزمون تجاه مجتمعنا في العالم ويتعين علينا المحافظة على قيمنا ويعود تواجد مكدونالدز في روسيا إلى أكثر من ثلاثين عاما وتملك ثمانمائة وخمسين مطعما يعمل فيها اثنين وستين ألف موظف نهاية النشرة الاقتصادية لليوم نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء شكرا لكم على طب المتابعة إلى اللقاء